في كل خطوة للأمام هناك رأس حربة وهناك وكيل وهناك أصل وليس للنظام الإيراني حديقة أمامية كالعراق اليوم وليس له كالأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفدة وكلا أفياء أيام وينطلق الحوار الاستراتيجي بين الحكومة في بغداد وواشنطن حوار يأتي والبلاد تمر بأزمات مركبة بدءا من الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا وليس انتهاءا بالمواجهة المفتوحة بين الشعب الثائر في الساحات والميليشيات القابعة خلف أسوار مقراتها والمتغولة في شتى مفاصل الدولة إيران ترى نفسها المعنية الأولة بتلك المفاوضات فتوفيد زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعي القاني إلى بغداد برفقة وفد رفيع المستوى لترتيب الصفوف وتوحيد المواقف السياسية لدى الكتل الحليفة لطهران فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الذي سينطلق في العاشر من الشهر الحالي في بغداد ورؤية طهران للحوار مصادر صحفية عراقية قالت إن قاني عقد لقاءات مع قادة كتل وزعامات سياسية وفصائل مسلحة تتركز على موضوع الحوار الأمريكي مع الحكومة الذي تعتبره إيران موجها ضدها بشكل أساسي من قبل الأمريكيين فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالخلافات السياسية بين القوى الشيائية وتلك القوى كان حديثها عاليا نبرة فيهدد النائب عن تحالف الفتح كريم لمحمداوي بأن خياراتهم ستكون مفتوحة إذا لم يثمر الحوار على إخراج القوات الأمريكية وتلك توطئة لتهديد آخر أطلقه زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي بأنهم لن يسكتوا إذا لم ينص حوار الحكومة مع واشنطن على إخراج قواتها من العراق مسؤولون حكوميون قالوا إن هذه الحوارات التي وصفوها بالشاملة جاءت بعرض أمريكي اعتبروه مشروعا لوضع خريطة طريق للعلاقة بين البلدين يجري التوصل في ضوئها إلى سياسة ثابتة محكومة باتفاقيات عديدة بما في ذلك مسألة الوجود العسكري الأمريكي كما سيكون ملف إيران على رأسه ما سيناقش الطرف الأضعف في المعادلة بدى صامتا خصوصا أن الكاظمي لم يمرر لرئاسة الحكومة من دون التعهد للميليشيات بالمضي معهم في المواجهات مع الولايات المتحدة والوقوف مع إيران ما يعني عدام حالة التوازن التي قامت عليها حكومات ما بعد الاحتلال بين طهرانا وواشنطن ترجمة نانسي قنقر